يا مساء الهنى يا مساء السعادة مساءكم اعتر بذكر الله النهاردة هنحشي مع بعض الحمام بطريقة سهلة وبسيطة وباحترافية ويطلع معك الله اكبر كده زي ما انتو شايفين طحفة حمام فاخر من الاخر النهاردة هنحشي مع بعض الحمام رز بالكبد والاوانس حاجة كده تاخد العقل تعالوا نسمي الله ونصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبسرعة نبدأ مع وعد الفيديو انا عندي هنا كمية حمام مسكتها غسلتها ونضفتها كويس جدا جدا بعد ما جبتها من الفرنجي وبعد كده كمان بسيبها في محلول نقع لمدة ساعة جنزة بيه اللمون سكر لمدة ساعة كده عشان يسحب لي من الحمام اي زفارة وبعد كده طبعا بقطع الحتة اللي في الزلاموكة زي ما شفته شاورت عليها لان دي مكان الزفارة وكمان خليت كده الجلد بعيد عن اللحم جبت بصلتين حلوين كده وفرمتهم ونزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الفلفل الاسود وملح وتدعكيهم كويس جدا 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 لغاية ما تشمي ريحة البصل كده مع الملح والفلفل الاسود وبعد كده نمسك بقى الحمامة بتاعتنا ندعكها كويس جدا جدا ما بين الجلد ومن قلب الحمامة ومن بره بالبصل الجميل بتاعنا ده ايوان كده اهنا قدت مصفيها كمان على مصفة وتسيبيه بقى كده في التدبيلة دي اللي هي بالبصل والفلفل الاسود كل البصل كده عليه تعالوا بقى للكبد والاوانس انا طبعا ضيفة الكبد والاوانس بتاع الحمام وكمان مزود عليها من كبد واوانس بتاع الفراخ قطعت الكبد والاوانس الكبدة الوحدها والاوانسة الوحدة في طبق الوحدة تعالوا بقى نسمي الله ونجيب حلة على اللي بتجاز نحط فيها معلقتين من السمنة ونخليهم يسخنوا جامد ونسمي الله وننزل كده بالاوانس اللي احنا قطعناها قطعتها تقطيعا اللي انتو شايفين هدي لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي انا هنا كده بسوي تلات تربع الاوانس تعالفين الاوانس بتاخد وقت عن الكبد تخليها كده عشر دقايق ربع ساعة على نار هادية كده في السمنة دي كل شوية بتديلها تقليبة وبعد كده تنزلي عليها ببصلتين تلاتة كده مفرومين اهو تديلها تقليبة ولو اول مرة تشفي قناتي اشترك معاي في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد اعملوا لايك بقى عشان بجد الفيديو يستاهل هدب البس كده البصلة زي ما انتو شايفين اديلها تقليبة ولسه محطتش بهارات ولا اي حاجة هخلي كده البصلة بعد ما تدبل هنزل بالكبدة اهي يعني لما نزلت كده بالكبدة كان قولي على النار بقالها كده الكبد والقوانس مع البصلة بتعروب عساعة وبعد كده تنزلي بقى بالايه بالكبدة بتبقى على نار وسط اديت لها تقليبة وطبعا دفت فلفل اسود واملح وبعد كده كنت غسلة رز مصري عادي على حسب بقى الكمية الحمام اللي معاكي يعني دول قولي يجو كيلو لربع من الرز هديلهم تقليبة كده والله لو جربت طريقة الرز دي هتحلف ان انتي مأكلت الرز بالجمال والحلوة دي هضيف هنا بقى ملح انا في الاول ضفت فلفل اسود بس دلوقتي بضيف ملح وفلفل اسود تاني وسنة من الكمون وسنة صغيرة من الكزبرة حاجات بسيطة جدا بس نكتر في الفلفل الاسود ونزبط الملح حسب رغبتنا ونديلها تقليبة لغاية ما كده الرز بتاعنا يتنتر بيبقى حبة وحبة هنبتدي نسمي الله وننزل نكون مجهزين ميا بتغلي جنبنا في الكاتل او على البتجاز وهديلها شقشاء ميا كده يعني بسط الميا هي بتتكلم عن نفسها بس كده هغطي بقى ووطي النار واسبها لمدة كده عشر دقايق ربع ساعة وبعد كده هتبص تلاقي الرز معاكم فلفل وزي العسل كده هجيب طبق هشيل كده كمية من الرز على حسب الحمام اللي انا هحشيه اهو كده انا طبعا عاملة كمية الرز كتير هقول لكم ليه دلوقتي او خدت الكمية دي تعالوا بقى الكمية اللي في الحل هنديلها تقليبة وهنزبطها وهنوطي النار وهنغطي عليها ونسيبها كمان ربع ساعة يستوي الرز ويبقى زي العسل تعالوا بقى للحمام لازم لما تيكي تحشي الحمام يكون عندك الرز بارد هحشيه بقى كده بعد ما سبته لمدة ساعة في البصل والفلفل الاسود يتشرب كده عايزة اقول لكم طعمت السنين في الخلطة اللي احنا عملناها في الاول وزي ما قلتلكو هي بس فلفل اسود مطحون وملح تتعاكيهم بس كويس كده مع البصل وشمي راحتهم مدعيلي واتعاكي بهم الحمام من بره ومن جوه وسيبهم ساعة وبعد كده تكونك بقى زبطت الخلطة وتكون بردك كمان وتبتل تحشي الحمام بقى زي ما انتو شايفينه كده هنحطه كمان في المية نسلقه لا هيفرقع معاك ولا هيفتح ولا اي حاجة خالص انا ببحشي الاول قلب الحمامية وبعد كده بنصدور كده بحشيها ممكن تحشيها من جوا بس دي اسهل طريقة وطبعا شايلة الراس وسيب الصدور وطبعا هي ما شاء الله بتقفل على نفسها في اول لما تنزل في المية هنشوف ازاي تحشي بقى كده اهم حاجة عندك تكوني نقع الحمام برضو لمدة ساعة بعد ما بتغسليه وتكوني نظفتيه بقى من الريش وزي ما قلنا برضو تكوني شيلت الحتة اللي في الزلاموكة من ورا دي لازم لازم تشيليها في الفراخ او في الطيور عمتا سواء الحمام او البط او الفراخ او الحمام اه تمام الطيور عموما يعني طبعا انا هنا بقى حشيك كده الحمامة وهبتدي بقى اكتفها وهدخل رجلها بقى في الزلاموكتها وهنشوف هنعمل ايه طب وانت بتدخلي رجلها كده لو الزلاموكة تقطعت منك اهي هي ما تقطعتش بس في واحدة تقطعت بتفتحيها عادي خالص من ورا كده بالسكينة وبتدخلي برضو رجليها وانت بقى زي الفل والجناح برضو انا مرجع لورا كده عشان يبقى شكلها مهندم كده زي ما بنشتري الحمام من بره وبناكله في مطاعم كبيرة اهي واحدة تاني كده ببتدي ادخل كده وزبط كده الرز بتاعي ما تمليش الحمامة بتاعتك قوي عشان ما تفرقعش منك ودي مساحة للرز ينفش جوه الحمامة ويستوي وما يبقاش معجن عندي واحدة هنا كده الزور بتاعها مفتوحة جامد اه هقولك هنعمل ايه طبعا انا مش هحشي الحمام كله اهو جبت خلة سنان انا ملقش بصراحة خلة سنان لو عندي خلة سنان تمام الزور بتاعها مفتوحة جامد قطعت عود من الشيش الطاوق كان عندي واستخدمتها قفلت بيها الزور الحمامة لان كان الجلدة بتاعت الزور بتاعتها واسعة شوية فحستي اني لا مش هتقفل في الموية تعالوا هنا بقى لسليء الحمام لازم لازم يكون عندك الموية بتغلي وبعد كده تنزلك حمامة حمامة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اول ما بتنزل بتقفل على نفسها بالشكل ده بتبهري بقى عندك في الاول ما بضيفش ملح طبعا هنا كان دخل في السوى بحط كسبرة وكمون وفلفل اسود والسبع بهارات وطبعا حطيت كل البصل اللي كان على الحمام فاهمين اقصد ايه اللي تبناله كان فيه ملح وفلفل اسود خدته برضو حطته في مية السليق عشان يديني لكها حلوة لما بيدخل في السوى ما بياخدش نص ساعة الحمام لما بيكون صغير بياخد نص ساعة بس ولما يتسلق معاك الحمام ما سبهوش خالص في الشربة طلعيها على طول على مصفل تعالوا بقى لتحمير الحمام ويبقى شكله دهبي وكله واخد لون واحد زيت يكون زيت عندك حلو كده ومعلقتين 3 من الزبدة البلدي ويا سلام لو فاصين كمان ايه مستكا وتقلبي يمين وشمال وشمال ويمين يطلع لك دهبي وبقى زي الفل اهو ماشاء الله حطيت بقى الرز اللي كان عندي في الحلف قدمته كده وبتقدمي بقى الفهنة وشفة ايه الحمام عليه والله العظيم تحفة تحفة مش قادر اقول لكم جربوا بقى الحمام على الطريقة دي او على طريقتي كصم بالله هتعشقوها بجد هتقولوا تسلم ايديك يا دودو يا ربي حبيبي الفيديو نال اعجابك وسلام عليكم